السلام عليكم اللي بنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم باخر وعلى خير اليوم اللي بنات خدمت واحدة كوموند هادالعشية فيها كيكا بالتفاح وحبيت انا اني شاركها معكم لان فعلا كتستحق المشاركة وكتستحق انكم تجربوها وحتى الى جربتوا انكم تخدموها الكليان للكم انا متأكدة باللي غتنال اعجابهم وغادي بقوا دائما يطلبوها من عندكم هادالكيكا هدي فيها كتجي رائعة بالدوق ديال التفاح مع القرفة كتجي فنه فنه انا شخصيا كتعجبني بزاف وحتى الكليان ديالي لدقها دائما كتعجبوه ودائما اما كيطلبو المقادير واما كيعودو يطلبوها ليا مرة اخرى انتمنى انكم تبعوا الفيديو ديال احتى ال الاخير لانه غتلقوا فيه المقادير كلها بالتفصيل مومين لغا نشارك معكم ايضا تمن باش خرجتها القياس ديالها المهم غتشوفوا كل شي ان شاء الله فهد الفيديو بالتفصيل الممل وما تنسوش الى كانت هدي اول زيارة لكم للقناة تشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وايضا ما تنسوش تبرتاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائدة وما تنسونيش ايضا باللايكات ديالكم لان اللايكات ديالكم صراحة كيفرحوني بزاف بزاف ما نشوف فيديو كيلقى واحد نسبة كبيرة من اللايكات ونسبة كبيرة ايضا من المشاهدة هاد شي كيزايد يحفزني وكيزايد يشجعني انا نشارك معكم اي حاجة خدمتها وخليكم مع الفيديو حتى الاخير بالنسبة لبنات للمكونات اللي غنحتاج في هاد الكيكا هادي غنحتاج فيها انا ربعه ديال البيضات يكون الحجم ديالهم كبير غنحتاج رشة ديال الملح كاس ديال العنبة ديال زيت ناباتية ما يعادل ميتين ميليليتر كاس ديال السكر حبيبات كاس ديال العنبة ايضا ديال الحليب بيكون بدرجة حرارة المطبخ غنحتاج واحد العلبة ديال الياغورت من وزن مية وعشرة قرام اي نكهة كتفضله لكن انا كنفضل انكم ديروا اما نكهة ديال الموزوة اما نكهة ديال الفاني غنحتاج هنا يا جوج الاكيس ديال خميرة كيموية ثمانية قرام وغنحتاج واحد الكيس ديال سكر بنكهة الفانيليا غنحتاج ميتين وخمسين قرام ديال الدقيق الابيض يكون النوع ممتاز البنات اللي ما عندهمش الميزان غتديروا 12 معلقة كبيرة تكون عامرة مزيان لان كل معلقة كتوزن 30 قرام ديال الدقيق هنا بالنسبة لطريقة كيف يمشون معي را اضرت البيض في الايناء ضفت عليه ديال الرشيشة ديال المنح كنت اضرتها في الاول ضفت داك الكيس ديال سكر بنوكهة الفاني وضفت داك الكاس ديال الساني دا اولا السكر حبيبات كان بداها كده ندرب بالضراب الكهربائي تقدروا تديرو غير بالضراب اليدوي ماشي بالضرور انكم تخدموا بالضراب الكهربائي غير كتدربوها مزيان مزيان حتى كتحسو بان داك البيض بدك يدير داك الكشكوشة وضفت داك الكاس ديال زيت النباتية وكان مقايا كنضيفو شوية بشوية وانا كنت تدرب في نفس الوقت كنت ضيفو شوية بشوية وفنفس الوقت كنت بدو كنت تدربو نفس الشي ايدا بالنسبة للحليب حتى هو كان بدو نضيفو شوية بشوية يعني هاتش قبل ما يطلع البيض ما تخليوش البيض حتى يطلع كامل غير كي بدو يطلع واحد شوية كنت بدو ويضيفو عليه المكونات الأخرى اضفت الحليب شوية بشوية هنا في نفس الوقت انا كنضرب و اضفت ايضا ذاك العلبة الياغورت اضفتها كاملة سوف يمشي معي بعد ما تخلط البيض ديالي مزيان ماشي بدروري انه يطلع كيف موت لكم سوف يمشي المكونات اللي عندي كاملة كنضيف الدقيق شوية بشوية و انا كنخلط يعني بنفس سرعا تكون منخفضها مجهدين للدراب ديالكم اضفتها كده دقيق شوية بشو و اضفتها تقريبا 1 جوج معلق حتى الى التالي باش كتضيفوا معاهم دوك جوج الاكياز ديال الخاميره كيموية انا هنا كنضيف معي رخلط مزيان يعني تكي نساجم لدك دقيق مع العناصر اللي عندي ذاك الكيميه اللي بقاتت لتقريبا 1 جوج معلق ديال الدقيق اضفت لها جوج الاكياز ديال الخاميره و اضفتها في الاخير و غادي انحرك مزيان مهم حتى ما يبقاش محبب في الخاليطة ديالي كيف ماشو معايير ابنات كي يكون دوه القوام ديال الكيكا ديالي كتكون شوية تقيله ما خصاش تكون خفيفه بزده لان الكيكا اللي كان ديرو فيها تفاح كي يخصات تكون تقيله باش تفاح ميهبطش ليلان تحت يبقى هكذاك الفوق هنا عندي المول اللي غنطيف فيها الكيكا ديالي بالنسبة لالبنات لهاد المول عدارها كبير تقريبا القطر ديالو 33 حتى 34 سنتيمتر يعني هاد الكيكا ديال التفاح ميذالي فيها انا مخصاش تجي عالي اخصا تجي شوية رقيقة واخاك ذكره كتجي من فوخة ما كتجيش رقيقة بزده هنا عندي زوج ديال التفاحات يكونوا كبارين هما باش غادي ينزين هاد هاد الكيكا ديالي إلا كان عندكم البنات تفاح صغير كتديرو ثلاثة ديال التفاحات لكن انا هنا عندي تفاح كبير غادي نحتاج غير زوج ديال التفاحات فقط هناخدهم وغا نقسمهم على زوج غادي نحيد لهم ذاك القلب ديالهم لكن ما تحيدون لهم اني حاولوا تخليوا هكذا يعني في شكل ديالها ما تحفروها بزد باش يجيكم دوك الشرائح ديال التفاح كي يجيكم كلهم متقدر وغا نقطعهم هكذا شرائحة رقيقة ما تخليوش تفاح ديالكم غلد باش ملي طيب ايجي زوجين وما يجيش هكا غلد فوق الكيكا ديالكم كما اشتوا معي البنات انا هنا نقطعهم شرائحة رقيقة انا غا نقطع دوك زوج تفاحات اللي عندي وغا ديال نرجع معاكم هنا يا سافي كيف ما كتشوفوا معي بعد ما قطعت تفاحة ديالي غا ناخد داك الخالط اللي عندي ديال الكيكا غا نوضعه في المول المول البنات هنا يا رانسيت ما قلت لكمش انا دهنتوا بالزيت ورشيت عليه الدقيق الابياد لبستوا كامل بالدقيق باش ما تلسقش ليا الكيكا سافي كنوضع الخالط ديالي في وسط المول يعني في المول كنوضعهم زيان على المول اللي عندي من بعد كناخد تفاح دوك الشرائح اللي عندي ديال تفاح وكنستفومه كده فوق الكيكا كيف ماشيوا معايا الطريقة ديال لسته كنحاول انني هكده انتكي واحد على واحد باش يجيني تستفام قادة هنا البنات انا را كانت استفتفاح قبل ما نبدن استفتفاح راشعلت الفران على درجة حرارة 180 او لا نار مهي لا بالنسبة لبنات اللي عندهم الفران ديال القاز انا شخصيا را كان طيب غير يكفي ان تكون النار مهيلا يجيب طياب زوين كتشعلوا عليها النار من قبل تقريبا واحدة ربوع ساعة هنا سوف يستفت تفاح ديالي كيف ماشيوا معايا درتوها كده على شكل وريضة من الواسط سوف هنا من بعد ما كان ستفت تفاحات اللي عندي كيف ماشيوا معايا طرزوج تفاحات قدوني في هاد الكيكا هادية لكن تفاحات انا مكبار هنا غادي انا اخد واحد معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات مع معلقة صغيرة ديال القرفة سوف نخلطه مزيان مزيان و سوف نرشه على وجه الكيكا باشك تعطيني واحد لماعان وذلك تفاح يجيب كرمل من فوق الكيكا وذلك لوقو ديال القرفرة يجيب رائع بنات مع التفاح صدقوني غي يجربها اكيد سوف تحمقوا عليها وحتى اللي داقة عنكم بانسو غادي طلب المقادير او لا سوف يقول لكم صوبوه علي سوف ندخل على الفررن تقريبا تاخد معي مدة 35 دقيقة 30 دقيقة من الفوق او 25 دقيقة و سوف نزلها من التحت تحمر كيف ماشي معي حتى تاخد هذا اللويين من الفررن من الفررن سوف نترك لكم الرابط في صندوق الوصف فررن هو عادي المهم تعرفوا طيبه فيه وصافة هنا بعدما خرج الكيكا كيف ماشي معي تاخد هذا اللويين هذا محمر وذلك القرفة وذلك السكار يتكرم فوقه و يجيء رائع نأخذ هنا الناباج و ندهن به الكيكا كامله من بعدما تخرج مباشرة من الفررن نجدها حتى تبرد و نديمولها من المول نأخذ عاودة شوية للناباج و نزيد ندهنه مع الجنب لانه هذا الناباج اللي درتوه في الأول يكون صافي تشمع على الكيكا سوف نزينها بشوية رقائق اللوز هذا شيء لاش عاود تضفت الكمية للناباج كي نزين الكيكا برقائق اللوز اللي حمرتهم في الفررن نزينها هكذا مع الجنب بشوية سوف يكون دوات التزيين اللي اختارت لها سوف نكملها في التزيين و نتلقاوا باش نشوفوا الشكل النهائي الكيكا ديالي كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكا اللي صوبتها معكم اللي فسارة جدا رائعة و حتى السيدة اللي اخذتها من عندي عجباتها بزف بزف مع داك الميلونج ديالتفح والقرفرة و يجيو مواتين و يجعطونا واحد لقلي هو رائع البنات صدقوني شكرا لكم فيها حتى تجربوها عاد سوف تعرفوا البنات لهاد الكيكا بالنسبة لبنات لهاد الكيكا انا كيفما قلت لكم مرة خرجتها كوموند عندما البنات كيفما تشوفو تجي طالعة من فوخة و مفشبشة من الداخل للأسف راما نقدرش نقطحها معكم لان سيدة كانت تأخذها هاكدا كيف مرة بالنسبة لهاد الكيكا هذه انا قامت عليها في 30 درهم حسبت لها كل شي حسب تلوز افلي حسب تفاح حسب كل شي حتى من البوطة درت لها الثمن ديالها اعطيتني في المجموع 30 درهم انا بش خرجت الكيكا خرجتها ب60 درهم لان كيفما كتعرفوا سبق لي وشاركت معكم اي حاجة خدمتوها كتحاولوا انكم تدور الربح نص يعني نص بالنص صرفتي 30 درهم كتاخدي 30 درهم صرفتي 50 درهم كتاخدي 50 درهم صرفتي 10 درهم كتاخدي 10 درهم فقط لا يجعل البركة الا كان عندك ربح شوية من فوق النص لا يوجد المشكلة ولكن كتاخدي قليل من النص ما كان نصحكش نهائيا كيفما قلت لكم خرجتها ب60 درهم كيفما رأيها ولكن رأيها كبيرة يعني رأي القطر ديالها تقريباً 33 سنتيمتر هكذا من بعد ما طابت و ركوشتوا معي يعني راهزت المقادير هزت القوام اللو زئيفي اللي احتوى التمن دير ورات طالع تفاح انا خذيت تفاح نوع مون متاز يعني را غزوج حبت تبارك الله رافيهم قريب 500 قرام يعني تقريب رافيهم شي 300 قرام الفيديو دياله هنا غادي سالين خليكم دابا في امان الله وحفظه الى فيديو الجاي ان شاء الله وما تنتونيش باللايكات ديالكم خليكم دابا الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة